حول جدول هذه الاتفاقيات ومدى نجاح استمرارها معنا من البصرة الدكتور فرحان الفرطوسي وهو مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق أهلا ومرحبا بك معنا دعنا نتحدث عن أبرز هذه الاتفاقيات والمتعلق بالتأكيد بالخط المزمع إن شاءه والذي ربما سيساهم في تحريك التجارة بين البلدين نتحدث عن مشروع طريق التنمية الذي هو عبارة عن طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها طول حدود ألف ومتين كيلومتر داخل العراق الهدف منه نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج ما مدى نجاح هذا المشروع شكرا جزيلا لك سيدتي هذا المشروع يعتبر المشروع الاقتصادي الأكبر والذي يكون مكمل لمشروع ميناء الفاغ مثل ما أشرت طول المشروع ألف ومتين كيلومتر داخل العراق ويمتد إلى تركيا صعودا باتجاه البحر والطرق البرية التركية وينعطب باتجاه دول القوقات وبنفس الوقت يمتد باتجاه أوروبا هذا المشروع حينما سمي بطريق التنمية يعني فيه العراق أنه سوف يشكل نهضة تنموية متكاملة إلى العراق بالإضافة إلى المنطقة كونه يعتبر أقصر طريق بري لنقل التجارة البحرية من الشرق باتجاه البحر هذا مباق وخصوصا أنه ما تم إعداد ميناء الفاغ بناء على دراسة جدوى عدة في عام 2009 وحدة 2023 أنه ميناء الفاغ يكون محفة كرانزيت عالمية بالإضافة لذلك أنه الكريدور الذي سوف يشكل طريق التنمية سوف يكون مخصص لنقل البضاء سوف يكون مخصص بمساحات واسعة على جانبي الطريق كحزام اقتصادي متكامل هذا الكريدور أكثر من جهة قطاعية تبنت منه سوف يكون لنقل الغاز مستقبلا منه سوف يكون لنقل الكارباء مستقبلا لنقل قبلوات الاتصالات البوئية بالتالي سوف يكون مشروع متكامل العراق حسبه صحيح دراسة الجدوى أثبتت أن هذا المشروع ناجح العمق الاقتصادي وبنفس الوقت الجيوسياسي لهذا المشروع يؤكد نجاحا العائد على الإيراد لدراسة الجدوى أيضا أكد نجاح هذا المشروع اتصالاتنا مع الجهات التي ستكون فاعلة في تنفيذ هذا المشروع توقعاتهم والطلب لدخول العمل في هذا المشروع أيضا تعكس نجاح هذا المشروع جيد دكتور يعني كانت هناك بعض التقاطعات بين بغداد وأنقرة في كثير من المواضيع العالقة إلى أي مدى مثل هذه الذيارة تعتبر تتشين لمرحلة جديدة تجاوزت كل هذا الماضي وعودة إلى ذيبت فيما يتعلق بهذا الطريق صاحب التكلفة الأعلى بسبعة عشر مليار وأنتم تبحثون ربما عن طرق تمويلية ما هي طبيعة هذه الطرق؟ هل هناك دول من الممكن أن تشارك أيضا؟ تأرى جنابك الاقتصاد يجمع ويزيل كل التقاطعات تطلعات لنهضة الشعوب أيضا تزيل هذه التقاطعات بالتالي اليوم العراق توافق مع تركيا بكثير من التفاصيل سوف تزيد إن شاء الله هذا المشروع الاقتصادي يجعل من العراق وتركيا أتوقع خلال هذا العقد يعتبر أكبر مشروع اقتصادي عالميا ناجك بكل المعايير لهذا السبب تجد أنه الوفد التركي والوفد القطري والوفد الإماراتي يوم أمس كانت تفوت كبيرة جدا وحصوصا الوفد التركي لكون أن المشروع ينقسل ما بين العراق وتركيا وانضمام قطر والإمارات هم يعتبرون أجزاء مكملة للمشروع وبنفس الوقت جزء من الممرة الاقتصادي لهذا السبب أصبح المشروع هو رباح طيب دكتور فرحان أنا لا أريد أن أكون متشائمة لكن دائما هناك عقبات أو تحديات على رأسي ربما دول أخرى أطراف ستكون نقطة المرور على أراضيها ربما ستعارض يعني اكتمال هذا المشروع فهل ستبحث كل من العراق وكذلك تركيا سبل تطويع لن أقول موافقات ولكن ترجيح أن نقف ربما في وجه هذه المعوقات مستقبلا لا أنا أتقاطع معاك في هذا الأمر كون أنه دراسات الجدوى أفضت على أنه هناك تزايد واضح في حجم التداول التجاري العالمي اليوم ثبتنا رقم هو 800 مليون حاوية يتم تداولها عالميا سيكون الكيرف تزايد لحد عام 50 سيكون مليار ونصف حجم قناة السويس المحتاجة هو 10% حينما تناول اليوم 83 مليون حاوية بالتالي هناك تزايد يجب أن توسع قناة السويس خلال الأعوام القادمة لكن بنفس الوقت يجب أن تكون هناك ممرات مساعدة لقناة السويس لنقل تجارة العالم ما بين الشرق والغرب ونحن نعرف أن 80% من تجارة العالم تنتج في الشرق في الصين بالدرجة الأساس بالتالي هذا المشروع سوف يكتب للنجاح لأنه طريق إنقال لنقل تجارة العالم من الشرق إلى الغرب تعرفين الممرات البحرية ممرات لا يمكن زيادة بالتالي يجب أن تفتح ممرات برية لمساعدة الممرات البحرية في نقل التجارة باتجاه الصعوداً باتجاه الغرب بالإضافة أنه التكنولوجيا الغربية لا يمكن استغناء عنها أو لا يمكن استغناء عنها هناك تكنولوجيا تصنع حصراً في الغرب يجب أن تنقل باتجاه الشرق وهذه أكون أخطة مهمة جداً بعض الأحيان تجمع أنه هناك بضائع تنقل من خلال الجو ليش؟ لأنه هذه البضاعة غالية ويتطلب إيصالها إلى الجهات المستفيدة سريعاً لكن في نفس الوقت هناك بضاعة أقل أهمية تنقل من خلال الفرق بالتالي حينما أختصر أنا بهذا الطريق 15 يوم من الزمن ستلجأ هذه الشركات إلى إيصال بضاياح من خلال هذا الطريق البري إلى الجهات المستفيدة هذا بجانب أن الكميات تكون أكبر دكتور فرحان دعنا ننتقل إلى موضوع آخر ملف المياه الحية والاستراتيجية وأنت تعلم نقصة التدفقات المالية على نهاية الدجلة والفرات إلى أي مدى تم أيضاً استصحاب هذا المعطى المهم من خلال هذه المفاوضات وهذه النقلة النوعية في العلاقات التركية العراقية يعني شفت جنابك الرئيس أردوغان كان قد وصل إلى العراق على رئاسة وفد كبير جداً وهذه يعتبر حسنية من الجانب التركي بل بالعكس فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية وأنا يعني شخصية كمواطن عراقي أستبشر خير بهذا الاجتماع وأستبشر خير بتوقيع هذه الاتفاقيات وإن شاء الله سوف يكون تعاون واضح ما بين الجانبين بل زيادة بالإطلاقات المائية لتعزيز الوضع المائي في الجانب العراقي كل التوفيق ونشكرك دكتور الفرطوسي وأنت مدير عام الشركة العام لموانئة العراق دكتورون جزيلا